السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة عن النرجسية معظمنا جماعة واجه في وقت من الأوقات شعور بالندم والندم ده بيكون معاه حزن شديد جدا بيملى قلوبنا لما بنعرف أو نوصل لأن عدم تصرفنا بشكل معين أو سكتنا على حاجة ما كانتش صح بندفع تمنه دلوقتي أو إن سكتنا ده هو اللي أدى بينا للوضع المحزن اللي احنا فيه وده بينطبق على أي شيء في حياتنا مش على علاقة نرجسية وبس يعني ساعات كده بتحس وبتندم جدا وبتقول لنفسك لو ما كنتش عملت كذا ما كانش حصل اللي أنا في دلوقتي ولو ما كنتش سكت على كذا ما كنتش أوصل للحالة دي من الندم يعني الندم جماعة برعا عاطفة قوية جدا أكيد بيكون لها تأثير على صحتنا العقلية والنفسية وبالتالي كان لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا وهو هل النرجسي فعلا بيحس بالندم زينا كده أو زي الناس الطبيعية ما بتحس لما بيفقد شخص معين أو بيفقد ضحيته مهم جدا إننا نفهم الوضع ده بيكون إزاي ونعرف كمان إن الشعور بالندم بيكون نتيجة الإحساس بالزنب على إنك اكتشفت إن كان ممكن تعمل أو تتصرف بشكل مختلف عن اللي أنت اتصرفت به والإحساس بالندم ده هو اللي بيساعدك على إنك تغير أي سلبيات أو تعدل من مصار كنت ماشي به في حياتك لما بتكتشف إنه كان غلط وتبدأ تحسن من طريقتك وحياتك بالشكل اللي خليك تتفادى إنك تمر بالإحساس ده مرة تانية الإحساس بالندم يا جماعة ممكن يخلي بعض الناس يعيشوا في قلق ويشك في نفسهم وفي قدرتهم على تجاوز أي مواقف سلبية الإحساس بالندم يا جماعة بيتوقف على مستوى الوعي والزكاء العاطفي اللي عند الإنسان لكن الوضع بيختلف تماما بالنسبة لشخص النرجسي واللي بنكون محتاجين نعرف بجد هل هو عنده القدرة على إنه يشعر بحزن حقيقي لما بيفقد حد من أسرته في حقيقة مفيش منها شك بتكون مدارية وراء قناع العظمة والقوة والغرور اللي عند النرجسي وهي إنه إنسان فاضي تماما من جوا وفي منتهى الضعف مع إنعدام الإحساس بالأمان بعكس اللي بيحاول يظهره تماما وورا كل ده بيظهر رد فعل النرجسي على عكس الناس العادية جماعة النرجسي بيفتقر تماما للتعاطف أو إنه يفهم تأثير سلوكه أو تصرفاته الموسيقى على اللي حواليه بالنسبة للنرجسي بيكون كل تركيزه على تلبية احتياجاته الداخلية ورغباته الخاصة وبالنسبة للآخرين فهم بالنسبة للنرجسي مبرد أدوات لخدمة أهدافه وبالتالي لما النرجسي بيفقد حد من الناس دي ما بيكونش عنده أي إحساس بالندم الحقيقي لأنه مش بيقدر أصلا إنه يتعامل مع الشخص اللي فقده ده على إنه إنسان ولو مشاعر وبيحس ولحقه ورغبات بيحتاج لها بدلا من ده فالنرجسي ممكن تلاقيه بيلجأ لنوع من أنواع الاعتذارات الوهمية لمجرد بس إنه يستعيد السيطرة مرة تانية على الشخص اللي فقده ده بيلجأ إنرجسي لأساليب رهيبة جدا تخليك تحس بالحزن والزم بالإضافة لإنه ممكن يقدم وعود كدابة بإنه هيتغير والمفروض إن اللي ظاهر من اللي بيعمله ده ندم منه ولكن للأسف بيكون كل ده مجرد تلاعب بيك مش أكتر ومفيش جواه أدنى إحساس بالندم أو الزم لأن النرجسي يا جماعة ما عندوش فكرة عن المشاعر الحقيقية أو الإحساس بالحزن بجد أو إنه يتحمل مسؤولية التصرف عمله بكل تأكيد لما الضحية بتواجه اللي بيحصل ده بتحس بالشك في كل حاجة بتحصل حتى في نفسها ولكن على أي حال ضروري جدا إننا نفهم كويس إن اللي بيحصل ده مفيش فيه أي ندم حقيقي أو إحساس بالزنب من النرجسي ولازم نميز ده جدا ونعرف إنها مجرد محاولة التفاف واستعادة للموقف مرة تانية الحزن اللي معه في عالم النرجسية بيكون شكل تاني خالص ومعنى مختلف تماما عن أي حاجة إحنا نعرفها بسبب إن نظرة النرجسي لمصطلح الحزن بتكون نظرة محدودة بشكل يعني بشع جدا بسبب إنه ما عندوش حاجة مهمة في حياته أكتر من نفسه ومن الشيء اللي بيحصل عليه منك بمعنى إنك مش ممكن حتلاقي من نرجسي معاملة كويسة أو احترام غير لو أنت بتقدم له اهتمام كبير جدا وبتديره إمداد ما لوش حدود العلاقة الطيبة أو الاهتمام أو حتى إذا كان هو نفسه بيقدم لك معاملة طيبة أو اهتمام بيك ما بيكونش بسبب حب حقيقي بيك أو لإنه صديق مخلص ولكن بسبب إنه بيحصل منك على فايدة وتلبية الاحتياجات والرغبات اللي ما بيقدرش يحصل عليها من أي حد تاني علشان كده أي شيء بيبانى على النرجسي في شكل حزن أو ندم على رحيلك يعني أو بعدك عنه ما بيكونش بسبب ارتباطه الحقيقي بيك أو اهتمامه بيك ولكن ندمه بيكون على إنه فقد مصدر أو مصدره من الإمداد اللي أنت كنت بتوفره له والفايد اللي كان بيحصل عليها منك مشكلة النرجسي اللي بيواجهها في حالة بعدك عنه وحتى في إحساسه بالندم أو الحزن على فقدانك بيكون بسبب إنه مضطر دلوقتي إنه يدور على مصدر جديد أو حد تاني غيرك يقدر يوفر له نفس المستوى من الإمداد اللي كان بيحصل علي منك والاهتمام العالي اللي كان بيشوفه معك ومن الطبيعي جدا إنه وجودك هيكون أوفر له بكتير من إنه يدور لسه بقى على حد جديد ويطر هيكون زيك ولا لأ أو يطر هيقوم بنفس وظيفتك بالشكل اللي أنت كنت بتعمله ولا هيضطر يدور من جديد النرجسي مقتنع بإنه من الأفضل له إنه يحافظ عليك أو يحافظ على علاقة مستقرة بضحية متوفر له كل متطلباته بدلا من إنه يبدأ يدور أو يدخل في مشوار البحث عن بديل لأن ده بيكون مش سهل أبدا عليه الحزن النرجسي والندمه بيكون شيء سطحي جدا وبيكون كل أسبابه هو فقدان مصدر مهم وإنسان بيتحمل عيوبه وإساءاته بدون ما يشتكي أنت غير مهم أبدا بالنسبة لنرجسي كإنسان أو كشخص ولكن أهميتك بتكون مرتبطة بالفوايد اللي بيحصل عليها منك والخدمات اللي أنت بتقدمها له النرجسي عنده كمية من الأنانية ملهاش حدود سعيه المستمر وبدون توقف لأنه يحصل على الإشباع الشخصي بغض النظر عن أي شيء تاني النرجسي خالي تماما من العواطف الحقيقية أو الإنسانية وأي شيء بيظهر عليه بيكون شيء مزيف مخادع الغرض منه بس أنه يحصل على هدف معين مش أكتر من كده وحتى لما النرجسي جماعة بيعتذر بيكون اعتذار وهمي وغير حقيقي وبيقديه بغير اقتناع وبيعتبر النرجسي الاعتذار ده عبارة عن اعتذار لنفسه على أنه أخطأ أو اتصرف بشكل مش صح في طريقته للاحتفاظ بيك وبالفوايد اللي بيحصل عليها منك لما بيحصل انفصال بينك وبين النرجسي بتلاقيه أنه بيتواصل معاك عن طريق اعتذارات مستمرة ويبدأ يبزل كل جهده على أنه يغير رأيك فيه ويقنعك أنك تديله فرصة جديدة ولكن الحقيقة الاعتذارات دي بتكون مبرد محاولة منه وللأسف بتكون نجحة في أغلب الأحيان ومع أغلب الضحايا اللي ما عندهمش فكرة طبعا عن اللي بيحصل ده بينجح أنه يوقفك ويعطلك عن تقدمك في تحسين نفسك أو إنقاذها من المعاملة المسيئة الناس الطبيعية جماعة عندها إحساس فطري بالصح وبالغلط أما النرجسي جواه فراغ أخلاقي رهيب مفيش داخل النرجسي غير خداع وكذب ومصلحته وبس ندم النرجسي عبارة عن وجهة متصممة بما انتهى البراعة والاحترافية علشان تخدم أهدافه الخاصة ومهما عيشت في صراع جوا نفسك بين مشاعر الظلم منه واحتياجك لإنك تحمله المسئولية على تصرفاته معك بيكون النرجسي عنده ثبات رهيب جدا ولا مبالاة بالمحنة اللي انت بتمر بيها بدون أدنى إحساس بالزنب ناحيتك حرص النرجسي وسعيه المستمر على توفير الاهتمام به بيخليه عنده زي نوع كده من الحصانة ضد الندم أو الشعور بالزنب وده اللي بيخليه استمر في دورة التلاعب والخداع والاستغلال العاطفي صدقني ندمك انت على شخص بالشكل ده بيكون شيء صعب جدا وبتظلم نفسك به بدل من انك تشكر ربنا على انك سبت حد بالشكل ده أو أنقذك منه وربنا معاده عنك إنسان مستغل جدا واستغل حياتك وعواطفك لحسابه والخدمته ولازم تكون فاهم ده ومقتنع به مهما كان كمية الارتباط اللي بينك وبينه أو التعاطف اللي جواك ناحيته النرجسي اللي معندوش أي نوع من التعاطف مستحيل أبدا أنه يفهم تأثير أفعاله عليك أو على الناس اللي هما بيستغلهم يعني ومش ممكن هيشعر بأي نوع من الحزن أو الإحساس بالزنب بشكل حقيقي لما بيفقد شخص بيعتبره أو بيبصله على أنه قطعة شطرنج ممكن يتخلص منها وفقا للهدف أو المصلحة اللي هو عايزها ندم النرجسي الحقيقي أو الوحيد بيكون بالطريقة اللي تخدم مصلحته وبيعرف بيها أنه يدير العلاقة بالطريقة اللي تنسبه هو لازم تفهم الحاجات اللي تكلمنا عنها دي كويس جدا علشان ما تقعش فريسة سهلة لتلاعب النرجسي بيك لأن المعرفة هي السلاح والمفتاح اللي لا بديل عنه لحمايتك وإنقاذ نفسك من الاستنزاف والإساءة دي كانت حلقة النهاردة أتمنى أكونوا استفادتم بيها إن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد شكرا ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا